موسيقى خصيئة التغذية رند الديسي دائما بتحب تقدم لنا كل شي جديد ومؤخرا عم بتم تناول أو كتير ناس صار مشهور سكر جوز الهند اليوم رند راح تقارن لنا بينه وبين السكر اللي عادة أو الأبيض المتعودين عليه صباح الخير رند صباح البرد رنزا كيفك تمام وإنتك كيفك الحمد لله تمام أوكي إذن اليوم بدك تعرفينا على سكر جوز الهند أعطينا هيك مقدمة على النوع أوكي هلأ بشكل عام رند كل الأشخاص عم بصير عندها وعي أكبر على أضرار السكر الأبيض على أجسامنا عشان هيك عم منحاول إنه نحن نلاقي بدائل للسكر الأبيض بعيدة عن المحليات الإصطناعية للأشخاص اللي بتحب تاخد مواد طبيعية فالعديد من الأشخاص هلأ لجأت إنها تستخدم سكر جوز الهند كبديل هو عبارة عن نوع من أنواع السكر يستخرج من نبات جوز الهند اللي بيكون موجود بالفاكهة جوز الهند بيجففوا هذا السائل بعدين بيستخرجوا منه المتبقي عبارة عن مواد وبعضين هاي المواد بتستخدم على شكل السكر لونها بيشابه لون السكر البني ولكن بتكون أنعم إذا لاحظتوا على فكرة ريحته كتير حلوة عشم ماشاء حدر أدوء بس والله ريحته هيك كتير زاكة طبعا فهو هذا سكر نبات جوز الهند فإذا بيحبوا يشوفوا الأشخاص هذ الشكل تابعه وشايفه بتلاحظي هو لونه بني وأنعم من السكر العادي طيب شو بيفرق بتركيبته يعني مثلا إذا بنقول أكمن سعر حرارية بمعلقة السكر الأبيض أكمن سعر حرارية بالسكر الجوز الهند عادة إذا بننقارن ما بين القيمة الغذائية اللي بتعود للسكر الأبيض مقارنة مع سكر جوز الهند اللي بنلاحظوا أنه السكر الأبيض هو عبارة عن أغذية خالية من المواد الغذائية بشكل عام إحنا بنسميها سعرات حرارية فارغة هاي الكالوريز عبارة عن سعرات حرارية ولكن للأسف ما بيكون فيها أي قيمة غذائية بالمقارنة مع سكر نبات جوز الهند بنشوف أنه هو بيحتوي على بعض من الفيتامينات والمعادن من أهمها أنه بيحتوي على الحديد بيحتوي على الكبر بيحتوي على الكالسيوم بالإضافة للبوتاسيوم والمجنيزيوم طبعا بنسب قليلة جدا لأنه أورادي اللي أنا رح أستخدمه أنه رح يكون نسب قليلة عم يحكي عن معلقة شاي أو معلقتين شاي ولكن هذا الإشي بعود بالفائدة أكبر على الجسم بدل ما أنه نحن ناخد السكر الأبيض اللي بيكون خالي تماما من الفوائد الغذائية ولكن شغلة كتير مهمة لازم نعرفها أنه السعرات الحرارية مشابهة ما بين سكر نبات أو نخيل جوز الهند بالمقارنة مع السكر الأبيض فمش عشان أنا عم باستخدم مدائل عن السكر الأبيض يعني بقدر أاخد كمية أكبر للأسف هذا الإشي غلط لازم أاخد نفس الكمية ولكن أقلل منها إذا عم بحاول أخسر وزن وما أنه نحن نشعر بالراحة باستخدام سكر نبات جوز الهند فبصير أستخدم كميات أكبر لأنه طبيعي عمد ذكرتيني بشغلك كلي هاي الكيك هاي فيها سكر جوز الهند مفيدة كلي أنا بدي أكل كتير لأنه فيها سكر جوز الهند مظبوط مظبوط هذا للأسف معلومات كتير مغلوطة هو أفيد من ناحية فيتامينات ومعادن بالمقارنة مع إشي خالي تماما من فيتامينات والمعادن ولكن لا يعني أني بقدر أخذ منه كميات كبيرة وبالتهاية سكر طبعا بزيد سعرات حرارية صحيح صحيح هلأ يعني إذا الناس بدهم يستبدلوا مثلا أنه الناس اللي عندهم مرض السكري طبعا هل ممكن يغني عن المحليات الطبيعية هلأ بالنسبة لمرض السكري إحنا دائما بنقشر لأغذية ذات مؤشر غلايسيمي منخفض وبمعنى أنه هي بترفع نسب السكر بالدم ولكن ببطوء وبالتدريج مش بشكل مفاجئ فلما نحنا نحكي عن سكر نبات جوز الهند بنشوف أنه هو ذات مؤشر غلايسيمي منخفض بالمقارنة مع السكر الأبيض ولكن هذا الإشي لا يعني أنه ما بيرفع نسب السكر بالدم للأسف هو بيرفع نسب السكر بالدم تدريجيا ولكن بيوصل المؤشر لنفس النسب اللي بيرفعها السكر الأبيض عشان هيك هو غير ملائم لمرض السكري ما بنقدر نستخدمه من قبل مرض السكري لأنه بيرفع السكر بالتدرج صحيح ولكن بالنهاية بيكون عندي نفس النتيجة فليس بديلا لا للأسف مش بديل لمرضاء السكرية اوكي ايش كمان أشياء مهمة؟ في شغلة كتير مهمة احنا دائما بنخاف منها ومن السكر الأبيض بالأخص واللي هي نسب الفروكتوز احنا دائما بنخاف من السكر الأبيض لأنه فيه نسب فروكتوز عالية والفروكتوز هو المسبب الرئيسي بارتفاع نسب السكر بالدم بيأدي إلى مشاكل البدانة وللأسف كمان بمتلازمة التمثيل الغذائي اللي نحن بنسميها الميتابوليك سندرم واللي هي عبارة عن متلازمة فيها مشاكل عدة سببها هو البدانة وزيادة الوزن احنا بنخاف من الفروكتوز فبنحاول نلاقي بدائل بعيدة عن الفروكتوز السكر الأبيض هو 50% فروكتوز 50% تقريبا سكروز ولكن لو بنحكي عن البالم شقر أو سكر نبات النخيل بنشوف انه هو تقريبا 70% سكروز وما فيه فروكتوز هذا السبب الرئيسي انه هو بيرفع نسب السكر بالدم ولكن بالتدرج عشان هيك يعتبر افضل من ناحية استخدام للسكر الابيض مش بديل لمرضى السكري ولكن بشكل عام ممكن انه الاشخاص تستبدله لانه فيه غذاء افضل من ناحية فيتامينات ومعادن وكمان بيرفع السكر بتدرج فبيقلل من الاضرار اللي بتتبع ارتفاع السكر المفاجئ طب كيف طعمته؟ صراحة لذيذ اه اه هلا بعد الهوى بدوئك يا اوكي اه انا شان بس ما بدي امسك بايداي طيب هلا الناس اللي عمالهم بيجربوه هل ملاقيين انه بقدر واحد يحول من السكر الابيض للسكر طبعا بسهولة رندا انا دائما مع انه نحنا نلاقي بدائل لو حتى شوي افضل مش غلط انه انا ابدل الاغذية اللي عم بتناولها اذا انا عارفة انه هاي الاغذية ضارة مش غلط اني انا احاول الاقي بدائل تكون افضل من ناحية فيتامينات معادن ومن ناحية اقل شوي بالسعرات الحرارية فبشكل عام ملخص سريع عن سكر نبات جوز الهند هو عبارة عن سكر يستخرج من نبات جوز الهند يحتوي على تقريبا نفس السعرات الحرارية بالسكر الابيض فالكمية لازم تكون محدودة ما باخد كميات اكبر غير ملائم لمرضة السكري لانه صحيح مصنوع من السكروز ولكن بيؤدي الى ارتفاع بنسب السكر بالدم واخيرا والاهم انه نحنا نقدر انه نحنا نحدد كميات السعرات الحرارية اللي بنستهلكها صحيح هو صحي من ناحية فيتامينات ومعادن اكتر من السكر الابيض ولكن دائما احنا بنحكي عن الحد من الافراط في تناول الاغذية لنتفادى المشاكل البدانة متلازمة التمثيل الغذائي واكيد الاضرار الغذائية اللي بتتبعها نعم هلا هون احنا بحب كمان نقارن احنا قارننا بينه وبين السكر الابيض ولكن اذا بنا نقارن بينه وبين السكر البني اوكي هلا السكر البني الفائد الوحيد اللي فيه انه هو بيحتوي على شوي او بحافظ على شوي من الفيتامينات والمعادن والالياف اللي بتنتزع من السكر الابيض فهي الفائد الوحيدة ما بين السكر البني والسكر الابيض ففيه شوية سعرات حرارية اقل بيعود هذا الاشي للالياف ولكن للأسف الناس دائما بتستخدم كميات اكبر باعتقاد انه السكر البني هذا الغلط اللي الكل بيقع فيه صحيح احنا دائما لانه اشي افضل بيقول طب انا رح اقدر احط كميات اكبر كمان بيعتقدوا انه هو ما بيحلي بنفس طعم السكر الابيض فبيخده كميات اكبر نظبوط على فكرة صح بالضبط الكوكررات بالشقر على فكرة طعمه شوي احلى من السكر البني فممكن انه احنا نصير نستخدمه بالاضافة للسكر البني مش غلط ولكن دائما برجع بعيد الكميات هي الصح صح طيب هلا عم تقولي فيو معادن ما هو انا اصلا يعني اذا بدأ احط على كاسة القهوة او الشاي احط معلقة صح صح يعني قدي عم بيطلع لي معادن مضبوط هي اكيد ما بتتعدى ثلاثة الى خمسة بالمية اوكي ولكن من بالمية من نسب احتياجاتي اليومية من الفيتامينات والمعادن بشكل عام اوكي شيء بسيط بس مش غلط انه انا استبدلها بدل اشي خالي تماما من المواد الغذائية كمان ما رح ارجع اذكر انه فاقته بتكمن بنسب الالياف الانولن الموجودة فيه لانه هاي الالياف هي اللي بتبطأ امتصاص السكر بالدم فمش غلط انه انا ااخد اشي بيمتصوا جسمي ولكن بشكل ابطأ من الامتصاص السريع اللي ممكن يضر البنكرياس اوكي انا حبيته بدي اجربه واستعمله اذا احنا هون عم نقول انه هو مفيد اكتر من السكر الابيض ولكن غير صالح لمرض السكر يعني هاي لازم ما تفكروا انه هو بديل لا والسعرات الحرارية واحدة ما بين السكر الابيض وسكر نباتيوز الهند الفائدة بس بتعود بالفيتامينات المعادن بيقلل ارتفاع نسب السكر بالدم بياخد فترة اطول ليوصل لنفس المؤشر اللي بيرفع السكر الابيض ولكن فيه نسب عالي من السكر غير ملائم لمرضاء السكري اوكي اذا مثلا احنا منحب نستخدم هذا السكر يعني بايش ممكن مثلا نستخدمه غير شاي انا بدي استخدمه واستفيد منه بس خلي اتذكر يعني وين بقدر استخدمه دائما انا بفضل اشخاص انها تعود حالها تدريجيا على الانقطاع عن السكر انا يعني مع اني بحكي عن الانواع المختلفة من السكر الموجودة بالسوق ولكن هذا بس عشان نعطي وعي اكبر عن المواد الغذائية الجديدة اللي عم تكون موجودة بالسوق قبل ما احنا نروح نشتري صح هاد بشكل عام بس احنا 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 بنا نحكي عن وين انا بقدر استخدم السكر انا دائما بنصح وين ما انا بقدر اشيل السكر خليني اشيله لانه هذا الاشي اكيد رح يكون افيض فدائما اذا احنا بنا نفكر بهاي الطريقة يفضل انه احنا اولا اذا عم ناخد كميات كبيرة من السكر فممكن على الاقل بالمشروبات اللي عن جد ما بتطلب سكر مثل مثلا لو اذا شربنا كاسة قرفة هي حلوة اذا شربنا عشاب فهي عن جد طعمها مش ذاكي مع السكر ما بده نهائيا اذا عم نحكي عن القهوة فعن جد هي يمكن لسه طعمها اذكى بدون سكر ممكن الاشي الوحيد اللي بيحتاج هو الشاي لانه المرار الانجنسي اللي فيه بتخلي الواحد يشتهي السكر فما في مشكلة بعدين بنيجي نحكي عن الاغذية اللي احنا بنستخدم فيها السكر بشكل عام دائما كل ما نحنا قللنا من الاغذية اللي فيها نسب سكر عالية على سبيل المثال القطر الشيرة الاشخاص اللي بتاخد كميات حلويات عربية لما بنحكي عن الكريمة لما بنحكي عن الكيك مثلا الكيك اللي بنحط فيه كميات سكر كبيرة هون السكر المشكلة مش انه انا اخدت اطعة تشوكلت او اخدت اطعة كيك صغيرة انا عاملتها بالبيت هدول يعتبروا جيدين ولكن الانقطاع التدريجي عن السكر هو الافضل واللي رح يساعدني هي المواد الغذائية الطبيعية اللي ممكن تعطيني طعم السكر ولكن سعرات اقل بشوي فيتامينات ومعادن اغنى شوي اوكي مبتاز اذا رندم نشكرك على هاي المعلومات القيمة ودايما بتجيبي لنا كل شي جديد ولازم نستفيد منه شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة